أعزائي طلبة وطالبات الفرقة الأولى كلية سياحة وفنادق جمعة الأقصر قسم الإرشاد السياحي أهلا وسهلا بحضراتكم النهاردة محاضرة من محاضرات الآثار وبالتحديد آثار مصر السفلة وحنتكلم فيها عن جبانة الجيزة The Necropolis of Giza والمحاضرة دي إن شاء الله هتتقسم على اثنين محاضرة الأسبوع اللي فات ومحاضرة الأسبوع ده حقسمها على اثنين بحيث أن حضراتكم تفهموا بشكل أكبر Necropolis of Giza في أول جزء حناخد فيها النقاط أو إيه هي مكونات الجبانة والمحاضرة اللي بعدها إن شاء الله هنشرح بقى The Pyramids of Giza وهي الأهرامات الكبرى اللي هما خوفوا وخفراء ومنكوراء طيب إيه هي إيه هي مكونات الجبانة بتاعة آآ الجيزة والمكونات بتاعتها هنشرح طبعا As I told you before بس دي هتبقى إن شاء الله في محاضرة آآ بعد كده To shape the light on some examples of the non-real terms of Giza Necropolis وحنا القدو على بعض الأثر اللي هي ليست ملكية طيب أول حاجة لازم حضرتك تعرفها ويوسفل لازم حضرتك تعرف اني الكلمة نفسها كلمة نكروبوليس هي قاية من نكروس نكروس معناها دد ويوسفل معناها سيتي يعني مدينة الموتى أوكي هنا نعرف ايه معنى جبانة ايه معنى كلمة جبانة والمصدر بتاعها جاي من فين جاي من نكروبوليس اللي هي أصلها إغريقي أو جريكي أوكي طيب بعد كده حضرتك لازم تعرف حاجة تانية منطقة الجيزة بقى تقع فين منطقة الجيزة موجودة حضرتك تعرف الاول ان احنا سقارة عندنا زي حضرتك عليمين كده شايف السهم ده دي سقارة احنا قريدي دلسناها دلسنا سقارة وده شور في المحاضرات السابقة المرة دي بقى حضرتك حندرس دي الجيزة شايف حضرتك السهم كده هنا الجيزة طيب ايه اللي حضرتك يتوجب عليك تعرفه بالنسبة للجيزة اللوكيشن بتاع الجيزة فين اللوكيشن بتاع الجيزة this is at the edge of the western desert لو بصيت حضرتك مكان الجيزة بالظبط the site is at the edge of the western desert approximately 9 km west of the nai river in the city of giza السايد بتاع الجيزة أو البلاتو بتاع الجيزة موجود في ال western desert كل الجبانات زي ما سابقوا وقلنا منفس سقارة الجيزة ابو سير ابو رواش كل الحاجات دي منفس طبعا هي هي اللي في الشرق والجيزة وسقارة وابو رواش ودهشو وكل ده موجود في الغرب جيزة نيكروبوليس include the pyramids of خوفو the pyramid of خفرة the pyramid of منكاورة along side with their associated pyramids complexes and the great sphinx of giza حضرتك عارف ان في الجيزة اهم حاجة الثلاث اهرامات والثلاث اهرامات دولة هما جزء كل هرام منهم هو جزء من مجموعة جنازية عملها ملك زي خفرة زي خوفو طبعا وهو الاكبر وزي منكاورة طيب all were built during the fourth dynasty الحاجات بتاعت الخوف وخفرة ومنكاورة الهرامات والكاملكس المجموعة الجنازية دي اتعملت في الأسرة الربع في الأولد كيندم طيب the side also includes the remains of the workers village and several cemeteries like giza west field with giza east field with cemetery gis with 4 the central field وعندينا حاجة تانية اسمه the south field وحاجة ستة اسمه village and tombs of workers حاجة سبعة اسمه shafts and ozairus shaft ووزارس shaft هو included في الشافت وعندينا حاجة تانية هي new kingdom and late period monuments يبقى مكونات الجبانة في العموم مكونات من الأجزاء دي حاجة سمع جيزة west field وحاجة سمع جيزة east field عندنا cemetry gis وعندنا the central field وعندنا the south field وعندنا the village and the village and teams of workers معناها مدينة العمال ومقابرهم وبعد كده عندنا the shafts and ozairus shafts عندنا بقى the shafts الابار دي تمام و ozairus shafts ozairus shafts ده حاجة برضو جميلة جدا كل الكلام ده حنشرحه بالتفصيل بقى في اللي جاي إن شاء الله طيب هنا بقى حضرتك لازم تعرف حاجة قادي زي محددك شايف كده قادي الoverview بتاع السيمتريز بعض السيمتريز اللي هنتكلم عنها أول حاجة هنتكلم عنها عندك حاجة اسمها جيزة west field اللي هي على الشمال دي أهي دي اسمها جيزة west field وعندنا بقى على اليمين حاجة اسمها جيزة east field وفي النص بقى حتلاقي السيمتري of g i s أهي بص هي دي أوكي طيب كل دولة بيقعوا فين بيقعوا عند هرم خوفه هرم خوفه اللي حضرتك شايفه في النص ده قادي السهم حييجي عليه هو ده هرم خوفه أوكي طيب قادي هرم خوفه الاست بتاع هرم خوفه ده سمناها جيزة east field والويست اللي هو على الشمال واللي هو اللي مسحته أكبر ده سمناها جيزة west field أوكي واللي في النص سمناها symmetry g i s كل حاجة من دولة هي عبارة عن جبانة مش مستقلة ولكن جبانة بتخص مجموعة مقابر معينة هنتكلم عنها بالتفصيل زي ما قلنا بس احنا لازم نعرف ان الجيزة west field موجودة على الوست بتاع خوفه بيرميد والجيزة east field موجودة فين في الست بتاع خوفه بيرميد والسيمتري g i s دي موجودة أو g i south دي السيمتري دي موجودة جنب الهرم بتاع خوفه زي ما حضرتكو أشرنا لها آآ سابقا طيب بعد كده هنتكلم بقى عن حاجة حاجة يعني هنتكلم على point point بتاع المكونات بتاع المقابر دي طيب نبدأ بقى أول حاجة هنتكلم فيها عن جيزة west field الجيزة west field دي أول منطقة number one جيزة west field ودي the west field is located to the west of خوفه بيرميد as we told you before الجزة بتاع الوست field موجود فين موجود located to the west of خوفه بيرميد بعد كده عندنا it's divided into smaller areas such as the cemeteries لو احنا بصينا بس الأول كده بص حضرتك ادي pyramids of خوفه هي موجودة في الوست بقى وفي خوفه بيرميد ودي it's divided into smaller areas such as the cemeteries referred to as أبو بكر excavations ودي عبارة عن يعني المنطقة بتاعة الجيزة west field متأسمة لـ smaller areas أو يعني مناطق أصغر وإحنا بلنشير لها ب أو مأسمنها لكذا حاجة من ضمنهم من ضمن التأسيمة في حاجة اسمها أبو بكر excavations وأبو بكر excavations دي عبارة عن حفائر كانت بتقوم في المنطقة من سنة 1949 لحد 1953 أوكي بعد كده في المنطقة في حاجات بقى تانية المنطقة وحد من نفسها المنطقة مثل كالفر المنطقة المنطقة جي ألف جي 1000 ومتأسيمة جي 1100 واتس أوترا لازم حضرتك تعرف إنه في حاجات بقى إحنا عندنا أبو بكر excavations وعندنا برضو مقابر تانية بس دي متسمية على حسب الرقم على حسب الرقم ففيه مثلاً جي ألف وفيه سيميتري جي ألف ومية وواحد لما اقولك سيميتري ألف مثلاً هل هي مقبرة واحدة لا دي بتكون مجموعة مقابر تمام? يعني سيميتري جي ألف ومية دي بمكن يكون فيها كزا مقبرة كل وحدة ممكن يكون فيها اثنين تلاتة اكتر أحيانا ممكن يكون في جبانة واحدة فيها مقبرة واحدة ولكن في الغالب ممكن يكون فيها عشرة ممكن يكون فيها أكتر من كده كمان بكتير ولكن كل المنطقة دي نسمينها Giza Westfield المنطقة الأصغر نسميها G مثلا ألف G ألفين فهنا متأسمها بالشكل ده حضرتك لازم تعرف ان في حاجات بقى غير الالف وستمائة والألف وتسومائة دي والحاجات دي في حاجات بقى ألفين وتلات تلاف وست تلاف كمان في المنطقة بتاعة Giza Westfield طيب هنا في المنطقة دي بقى لازم تعرف مثلا أربع تلاف ندور على أربع تلاف موجودة هنا دي G أربع تلاف عندنا في Giza Westfield ودي أول منطقة زي ما قلنا على حسب بقى المكتشف يعني سميناها يا إما بأسماء المقابر يعني قلنا أبو بكر إكسكافيشن وسميناها على حسب النومبرز في حاجات برضو على حسب المكتشف فمثلا في واحد اسمه يعني زي ما تحب تنطو ودول المكتشفين بتوع الجبانة نفسها يبقى كل الجبانة يعني دي منطقة فيها جبانات من ضمنها اللي متسمي على حسب الرقم من ضمنها حتة اسمها أبو بكر إكسكافيشن ودي حاجات اتعملت من تسعة وربعين لتلاتة وخمسين وحاجات تانية على حسب المكتشف بتاعها طيب نخش على حاجات بعدها بقى لو بصينا كده في الويست فيلد طب أنا لو عاوز أعرف إيه هي الحاجات اللي في الويست فيلد مهمة عندنا أبو بكر إكسكافيشن مثلا لو بصيت كده فين أبو بكر إكسكافيشن أهي دي أبو بكر إكسكافيشن يعني ده من الحجر آآ وده من اللي هو يعني الطوب أوكي طيب في حتة بقى تانية السيمتري دي ألف ومتين اللي هي دي دي لو بصينا عليها هلاقي إنها غالبا بتكون من الأسرة الرابعة وريزنير ده اللي هو المكتشف بتاع المقابر دي واللي كان بيعمل إكسكافيشن هناك هو الاكتشف دي وكان فيها سمممبرز أو خوفز فاميلي آآ لايك آآ ويب إم نيفرت اللي هو كينغ سن وآخرين من ضمنهم برضو آآ نيفر آآ نيفرت آآ آبت اللي هي كينغ س دوتر أوكي طب لو بصينا تحت كده في الجزء اللي تحت ده اللي هو فيه سيمتري جي أربعة تلاف ودي ستة لاف وآ آآ يونكر سيمتري وستين دورف سيمتري ويونكر سيمتري الحاجات دي كلها برضو حاجات فيها مقابر من الأسرة الرابعة لحد كمان الأسرة الستة وزي ما قلنا فيه مقبرتين هنا مهمين جدا اللي هو بتاعة حيمينو والتاعة سينب أوكي دوارف سينب وده حد مشهور جدا آآ لو حضرتكو يعني سمعتوا عنه قبل كلا أوكي طيب احنا دلوقت هتكلم على المنطقة التانية احنا تكلمنا عن المنطقة الاولى وقلنا اسمها ايه وست فيلد تمام هنخرش على المنطقة التانية واللي هي طيب الاست فيلد دي طيب الاست فيلد دي سبعة تلاف مية واحد وهكذا وهكذا سبعة تلاف خمسمة عشر زي ما حضرتكو شايفين الكبيرة خالص دي اللي تحت سبعة تلافتكو شايفين الكبيرة خالص دي اللي تحت سبعة تلافتكو شايفين الكبيرة خالص دي اللي تحت احنا بقى لو بصينا الجيزة است في الميزة فيها بقى ان موجود بتاعة الكوينز لهم الثلاث اهرامات الصغيرين اللي موجودين عند الهرم الاكبر ودي اهرامات مين بقى اول هرم بنسمي جي اي 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 وده بلانكس تو حتب حرز the first اللي هي ويف اف سنفرو and mother اف خوفو وعندنا اه عندنا برضو اه بيرمج جي اي بي اللي هو بلانكس تو ميرت اه ات اه اس ميرت ايت اس اللي هي ميرت ايت اس اه the first اللي هي the wife of خوفو وعندنا برضو بيرمج جي اي سي بلانكس تو حنوت سن اللي هي ويف او دوتر اه خوفو اوكي الحاجات دي يا جماعة حاجات مهمة انك تعرفها ماشي طيب نخش بعد كده بقى ادي ادي اماكنهم واحدة واحدة برضو عشان لو حبيت حضرتك تبص عليهم دي الاولى اللي هي بتاعت حتب حرز وبعد كده ميرت ايت اس هو ده اللي التاني وبعد كده حنوت سنب اللي هو ده التالت طيب نخش على اللي بعدها هنا رقم المقبرة بتاعها سبع تلاف وهي دي اول واحدة بعد كده التاني على طول اللي هي نفرت كاو دي فيرست واللي هي دوتر اوف سنفرو والهاف سستر اوف خوفو وبعد كده لو ازلت شوية هنا اللي هي دي سبع تلاف مية وعشة وسبع تلاف مية وعشين بتاعت كاوعب اللي هو خوفو ودي احنا كده بنتكلم على بعض الكونتينس او بعض النون رويل تومس بتاعت نخش على اللي بعده وهنا حنتكلم على احنا كثير مية وقمات على الجي أ Leaders حنتكلم على السيمتري جي أقي أو جي أفي سوء سيمتري دي والتي قربها من اه بتاع خوفه اللي اسمه جي اي اوكي فاحنا جي اي اس معناها الهرى يعني مجموعة المقابل او الجبانة اللي هي اه لازم حضرتك تعرف انه ادي او الجبانة اللي اسم حضرتك تعرف انه رزنير ذوت that the cemetery is a continuation of جي سبع تلاف symmetry which is a part of giza east field ويانكر dated the cemetery to the reign of منكورة based on the presence of granite powder ذوت to derive from the dressing of the second permit اه هو بيقولك ان رزنير اعتقد ان السيمتري دية عبارة عن continuation او تكملة لجي سبع تلاف اه اللي هي تعتبر طبعا جي سبع تلاف اللي هي في الاست فيلد يانكر بقى عمل لجزء ده او الجبانة دي اللي هي جي اي اس symmetry وقال انها بترجع الى عصر اه من كورا وده لانه هو لقى powder granite granite powder اه اللي موجود هناك عندنا رزنير رزنير بقى الرأي مخالف هو بيقول ان تقريبا الحاجة يعني الجبانة دي بترجع العهد خفرة اوكي ودي حاجات احنا لازم نعرفها طيب ممكن بعد كده نتكلم بقى على ايه على السنترال فيل احنا خلصنا بقى الجزء بتاع السيمتري جي اي اس هنخش على السنترال فيل والسنترال فيل contains several burials of royal family members uh we the tombs range indeed from the end of the dynasty to the seksis dynasty. بص كده حضرتك على السنترال فيل هو ده. في الصورة اهو السهمة بيشاولك على السنترال فيل لو بصت كده هو موجود يعني الى يمين بتاع اه خفرة. اوكي? على ايمين خفرة. طيب نتكلم شوية بقى هادي برضو هنا في الخريطة التانية حضرتك بتبص كده تشوف موجود فيهم بالزبط. طيب نخش بقى على حاجات تانية wyنتكلم برضو عن السنترال فيل عشان نتكلم عنه بالتحديد. لو بصيت حضرتك أدي هنا عندك الكوزوي ويجنبه اللي هو سنتر الفيلد هده السهمي بيشغل لك على سنتر الفيل الكوين خنتي كعوس بيرميض أهو هذا أكي one of the main excavators of the central field was سليم حسن سليم حسن هو اللي عمل many excavations on the side of Giza plateau واحد اسمه سليم حسن عالم أثار كبير جدا كتب كتب كتيرة جدا تقرأ عنها ان شاء الله سليم حسن بقى عمل many excavations on these sites especially in the central field وعمل في منطقة central field but the central field is located at the side of some large stone quarries وموجود بقى جنب محاجر اللي استخدموها في construction في عمل أو بناء الهرمين الأكبرين اللي هو هرم خوفو وهرم مين خفرة the tombs dated to the later part of the forces dynasty and later the tombs بتاعت central field الحاجات اللي موجودة في central field بترجع للأسرة الرابعة وما بعد الأسرة الرابعة with the tombs تمام the tombs from the fourth dynasty include those of queens like برسنت خنتي كالس the first and بو نيفر as well as several royal sons and daughters لازم تعرف ان المنطقة دي بقى مليئة بالمقابر اللي خاصة بالأسرة الرابعة وخصوصا بعض الملكات زي الملكة اللي اسمها بير سينت وعندنا خنتي كالس the first وبو نيفر وعندنا برضو رويل سانز ابناء ملكيين اللي هما يعني ايه بنات ملكيات اللي هو ابناء وبنات الملك الملوك كانوا بيتفنوا في central field طيب the symmetry also contains several mastabes both of stone which date to as layered as the sexist dynasty لازم تعرف ان المنطقة دي بتحتوي برضو على several mastabes في mastabes بترجع للأسرة الستة أواخر الأسرة الستة تقريبا يعني هو مش أسرة الرابعة بس بس عندنا حاجات برضو في central field بترجع حتى الأسرة الستة وطومس from the time of منكاورة أو منكاوري include the mastabes of the royal chamber line وخائم نفرت وخوفو جد اف وعندنا ني عن خرا المقابر دي برضو موجودة في central field دي بعض الأمثال على النون رايل تومس بتاعت اللي كانوا بيدفنوا في المنطقة بتاعت طيب لو بصيت حضرتك هنا لو بصيت حضرتك هنا حتلاقي اني central field في حاجات لبرسنت اللي هو قولنا عليها الكوين واللي هي أسرة الرابعة زي ما حضرتكوا عارفين وقلنا انها possibly daughter of خوفو and wife of خفرة وخنتي كالس the first اللي هي mother of the two kings the title بتاعها وهي تقريبا في أواخر يعني أواخر الأسرة الرابعة وبدايات الأسرة الخمسة الحاجات دي كلها موجودة في الخنتي كاوس كمبليكس يعني معنى كده ان الخنتي كاوس عندها كمبليكس زي بتوع الخوف وخفرة ومنكورة وعندها مكان بقى ومكان يعني مكان للتطهير ومكان كمان التطهير والموميفيكيشن اللي هو التحليل طيب احنا هنتكلم بعد كده بقى على واللي بنسميه الساوس فيلد الساوس فيلد بقى ده آآ إت إنكلود ما استقبس ديرين من المصدر والمصدر 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 ديناستي أدي ما كان بالضبط بالساهم أهو بيشاور لك دي حاجات بقى من الأسرة الأولى لحد الأسرة الثالثة وكمان في مقابر من يعني حتى في خمسة وستة برضو آآ سايد بريد اللي هو يعني العصر الصاوي وده عصر الأسرة ستة وعشرين اللي كانت بتحكم مصر ولي هو ده آآ ودي كانت آخر أسرة مصرية بتحكم مصر من ضمن من ضمن أهم مملوكها مالك اسمه بسماريك أو بسمتيك طيب يبقى أنت حضرتك كده لو بصيت في السهم بيشاولك فين ودي الجيزة ساوس فيلد بتضم مقابر كتير مترقمة من واحد ونازل لو اتكلمنا بقى على الجزء اللي بعد كده هنتكلم بقى على حاجة تانية وهي ده ساوس فيلد ده كان خمس حاجة بعد كده سادس حاجة اللي هي تومس تقريبا في 1990 في بعض المقابر اللي اكتشفت وكانت جنب الأهرامات ودي يعني كانت بالنسبة لهم يعني حاجة مفاجأة لأن المقابر دي كانت للعمال اللي اشتغلوا في الأهرامات يعني إن 90 in 1990 tombs belonging to the pyramid workers were discovered alongside the pyramids with an additional burial site found nearby in 2009 في الأول اكتشفنا البيرميد workers village وبعد كده اكتشفنا البيرميد nearby الجسس اللي لائناها في المقابر بتاعتهم كانت محمطة بس they had been buried in a mud break tombs كان عندهم مقابر بقى مصنوع من الطوب اللبن وكان عندهم بير كان عندهم bread كان عندهم حاجات كده للafter life معنى كده انهم كانوا بيعتقدوا في after life the tombs proximity to the pyramids and the manner of burial supports the theory that they were paid laborers who took great pride in their work and were not slaves as was previously thought كان بيعتقد ان اللي بان الأهرامات في رأي يعني كان بيرجح وبيقول ان اللي بان الأهرامات دول عبارة عن slaves يعني عبيد من اللي بان الأهرامات عبيد كان فيه ناس وجيت نظرها كده دي كان theory كان عبارة عن نظرية من النظريات اللي بتتكلم عن بناء الهرم لكن لما لقينا المدينة بتاعتهم والمقابر بتاعتهم وشفنا ان في حاجات supported after life يعني حاجات مخصصة لل after life معناهم انهم كانوا بيعتقدوا في after life وفي كمان حطوا مقتنيات جنائزية وما الى ذلك والمقابر بتاعتهم من فده وكمان قرب المنطقة بتاعت الدفن بتاعتهم من الأهرامات ده خلنا نضحض النظرية دي ونتكلم على ان الدولة كانوا عبارة عن عمال وكمان paid يعني كانوا بيدفع لهم وكمان كان في great pride معناها في فخر كبير جدا بالشغل بتاعهم وهم مش خدم ولا عبيد زي ما كان الناس بتعتقد قبل كده لان انت بتدفنهم جنبك العبيد مش هيدفن جنبك هو كان بيشتغل في الأهرامات وكمان في after life واخد معاه الحاجات بتاعته لانه بيعتقد في after life زي الملوك فهو مش من ضمن الخدم في اعتقد بقى ان الأهرامات دي بيقول لك انها من من العمل الأهرامات يعني كم بالضبط العمل الأهرامات النظرية اللي طلعت بعد اكتشاف بقى المقابر والمدينة بتاعت التوم التوم احنا دلوقتي بنقول ان قوة العمالة اللي كانت موجودة كانت تقريبا عشر تلاف عامل بيشتغلوا يعني في يعني كل تلات شهور في شفتس مختلفة يعني بيقسموها ورديات خلال تلاتين سنة التلات شهور كانوا بيشتغلوا فيها في تلاتين سنة عملنا الأهرامات أوكي أو يعني كل هرم من الأهرامات دي Most of the workers appear to have come from poor families معظم الناس اللي كانت بتشتغل في كلام دا كانت جاية من poor families من عائلات فقيرة Specialists such as architects masons middle workers carpenters were permanently employed by the kings to fill position that required the most scale اللي بقى الحاجات الدقيقة اللي هي مش أي حد اشتغلها زي المهندس زي المير worker زي النجار الحداد الراجل البناء الناس اللي عنديها experience دي اللي هما مش ما عندهمش أي حاجة هما عملها فقط لا دولة الناس المبدعين دولة دولة كان هو اللي بيعمل ليهم توظيف أما البقيين ممكن نصر رئيس العمال هو اللي يعينهم طيب هنتكلم بقى عن برضو workers في مكانها بالظبط village of workers احنا احنا تكلمنا عن المقابر دولة هتكلم عن village of workers واللي هي village of workers جنبها بقى في برضو المدافن بتاعتهم the workers village located about 400 meters south of the great sphinx و تقيبا 400 متر من sphinx حضرتك شايف بقى فين ال sphinx اهو اول مربع ده وهنا بقى بص كده ده ال workers village it's believed to house workers building the pyramids of geeza بيعتقد ان المدينة دي هي اللي كان بتضم العمال هي اللي كان موجود فيها العمال في منطقة الجيزة كانوا بيسكونوا فيها وامن the discoveries at the workers village are communal sleeping و عندنا برضو و و يعني هنا عندنا بقى بتاعة village village ما كانتش عبارة عن village بس كان عندنا مناطق بينام فيها بقى مجموعة العمال يعني كان فيه مناطق بقى بيجمعوا بيناموا فيها كتير مع بعض وعندنا اللي هي المخابز اللي هي العصارات اللي بتعصر عشان تعمل لهم الخمرة والجاعة والكلام ده والهسبرال المستشفى والسمراري اللي هي الجبانة اللي بيدفنوا فيها لوحد يعني توفاه الله type this is a major discovery because it's made it possible to permanently eliminate the idea that the pyramids were built by slaves يعني وجود دي يثبت بقى ان هنا عندنا بقى مفيش يعني هما عمال مش خدم او عبيد اللي بنوا الاهرامات this is false يعني ان في عبيد هما اللي عمال because they were free workers and particularly well fed and treated هما كانوا بيأكلوا كويس و well treated يعني وكانوا كمان بتعملوا كويس some of the skeletons found at the cemetery bore signs of trauma as the accident on the building sites however ان نحن عندنا يعني بالرغم من ان عندنا كل اللي يثبت ان دولة ما كانوش عبيد بس ده جايز جدا احنا بنعمل عمل شاق بعض الحاجات او اللي هو العظام بتاعت الاموات دولة كانت بتدل على ان في hard labor معناها عمل شاق وفي trauma اللي هي اصابات جسدية من اثناء العمل يعني فيه accident ممكن تمر في العمل لكن زي ما قلنا قبل كده ان فيه hospital برضو included في المنطقة دي بعد كده هنتكلم بقى على ايه على تشارتس فيه جبنات قلنا است فيلد وست فيلد جي اي اس و ساوس فيلد كل دي جبنات اوكي وعندنا برضو حاجة اسمها تشارتس تشارتس دي كانت عبارة زي عبار للدفن اوكي هي مش واخدة شكل المقبرة انما هي تشارتس هي عاملة زي عبار ودي موجودة بشكل كبير في جبانيتي جيزا او نكروبوليس جيزا طيب عندنا اللي اكتشافها سليم حسن اللي عمل يعني many excavations around the year of 1933 and 19 34 وذكر الكلام ده في الريبورتز بتاعته بتاعت بتاعت السنين دي فهو لأ many charts اوكي و tunnels tunnels معناها يعني tunnels معناها يعني tunnels افاق حاجات اللي اللي بتلاقيها تحت الارض انفاق انفاق اوكي طيب طيب he said in his report هو قال في الريبورتز بتاعته very few of the sciatic referring to the sciatic period of course shafts have been thoroughly thoroughly examined for the reason that most of them are flooded he when he said he said we saw the tunnels with shafts and he said he that the thing is موجودة من السيارك period اللي هو قلنا مصص التوشين الحاجات دي لما لقاها عمل لها فحص بشكل دقيق بس هو ما فحصش كل بقى الحاجات لا هو فحص حاجات معينة من اللي لقاها وماقدرش يعمل الفحص الكامل لكل الاتشافت اللي هو الابار والانفاق التونز اللي لقاها يبقى كده احنا اتكلمنا عن اتشافت وهي دي رقم سبعة نضم من اللي لتشافت حاجة بقى معينة من اللي لتشافت اسمها الوزايرس تشافت الوزايرس تشافت ده اتس نارو بيريال تشافت حاجة نارو ديقة بيريال تشافت مكان للدفن leading to three levels for a tomb and below it's a floated area المكان ده بقى فيه ايه فيه floated area floated area يعني منطقة مغمورة بالمياه هو مكون من ثلاث طابق اللي هو الوزايرس تشافت البير بتاع اوزايرس اه قلنا قبل كده it was first mentioned by سليم حسن هو تذكر بواسطة سليم حسن بس جه بعد كده اه حواس ونسب الاكتشاف لي وقال انا لقيت اه مع ان هو كان قريدي سليم حسن لقاه يعني لقيت اه من خلال الاكسكافيجنز اللي عملتها اه اللي هو the tomb of ozairus وفي الف 2017 اتفتح ده للزوار لو بسيت حضرتك فين بقى اللي بتاع اوزايرس ادي السهم حيودينا عند النجمة دي هو ده the entrance shaft to the tomb of ozairus اعاوز نبص على الفتحة بتاعته ادي الفتحة بتاعته اه شايف حضرتك دي في الصورة اللي الشمال تحت السهم بيودينا لهناج ولازم حضرتك تعرف ان ال 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 الطابق بص على الصورة على الشمال دي tomb of ozairus مكتوب واحد اثنين ثلاثة ده عدد الطابق بتاعت اه بتاعت اوزايرس البئر ده اللي نازل مكانه فين هو ده اوكي ده عند الضلمة دي هي دي المنطقة بتاعت اللي الشافت اللي نازل طيب تحت بقى في الدور التالت لقينا ايه لقينا columns او pillars اربعة pillars وفي النص كان فيه sarcophagus وال sarcophagus ده فين هو ده يعني لقينا في الدور اللي التالت اللي هو الدور الارضي خالص ودي كانت منطقة مستيريوس او غامضة ولقينا فيها حاجات كتير بتدل كأنه هو symbolically the tomb of osiris كأنه بشكل ما او باخر كأنه مقبرة اوزوريس لبعض يعني الاراء بتتكلم على انه كأنه زي الاؤزاريان او الاؤزاريان اللي هو موجود في عبيدوس اوكي طب اخر حاجة بقى هنتكلم عنها اخر حاجة موجودة يعني في منطقة the necropolis of giza او جبانة giza اللي هو new kingdom and late period monuments الnew kingdom and late period monuments دي في حاجات بقى من new kingdom لانه كانت لسه بتستخدم كجبانة giza في new kingdom it was still an active site a brick built chapel was constructed near the sphinx في هناك chapel مقصورة معمولة من الطوب اتبنت جنب الاسفنكس دي خلال الاسرة الثمنتاشر وغالبا اللي عملها تتموس the first برضو امنحاطي بدسكن built a temple dedicated to the sphinx وسمينا حر ان حر ام اخت وهو temple of the sphinx وده new temple of the sphinx عشان عندنا two temples of the sphinx عندنا اللي عاليمين بص كده حضرتك في مكان وبالزبط عشان في واحد تاني قدام ال sphinx وده برضو اسمه temple of the sphinx بس اسمه old sphinx temple والتاني اسمه new kingdom sphinx temple okay هو ده ادي السهم حودينا على new kingdom sphinx temple طيب تتموسد the force made the dream stela احنا تكلمنا قبل كده عن في حاجة اسمها dream stela which he had instilled between the sphinx pose وتتن كامون had a structure also built which is now referred to the king's rest house وتتن كامون عمل حاجة اسمه rest house و during the 19th dynasty city the first added also to the temple of the sphinx the new kingdom temple of the sphinx added some constructions رح رمسيس الثاني erected a stela in the chapel before the sphinx وسرق كمان رمسيس الثاني عمل stela في المعمولة وكمان رح إيه سرق الرس house بتاعت لوت الخامون وحط عليه اسمه الاسرة الواحد وعشرين بقى كان في عندنا temple of isis برضو دا was constructed during the 21st dynasty في الاسرة الواحد وعشرين عندنا بقى constructions like the temple of isis في الاسرة الستة وعشرين برضو في حاجة في ستيلة عملت وبتذكر اسم خوف و حنوت سن طيب هو كده المحاضرة انتهت ان شاء الله حضرتكم تكونوا فهمتوا المحاضرة الجاية هنتكلم عن كل ما يخص الاهرامات بتاعت الجديدة والcomplexes بتاعتهم انا كده خلصت اتمنى ان حضرتكم تكونوا فهمتوا ممكن تسمع الفيديو كذا مرة عشان لو عاوز تفهم وتسمع مرة تانية لو عند حضرتك اسئلة ممكن بتاعت اليوتيوب تعطها وانا هجاوبك عليها او لو بعد كده عاوز ترسلني على الفيسبوك انا تحت امرك دي اللي حضرتك شايفها وكل الكلام ده تجاوب عنه لانه حينفعك حرف على المحاضرة دي ان شاء الله المرة دي واخر الاسبوع هحط لك وبالنسبة للتاريخ هتكلم عنه شكرا والى اللقاء في محاضرات قادمة وشكرا جزيلا